السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله لم تنى انك انت العليم الحكيم وبعد اي والاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن بشارات ومعجزات السيد المسيح عليه السلام لماذا هذا الموضوع كما سلف الذكر في الحلقات الماضية ان العالم المسيحي في هذه الايام يحتفي بذكر ميلاد عيسى ابن مريم عليه السلام والذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا والسلام علي يوم ولدت يوم ميلاده سلام وتحدثنا في الحساس الماضية والحلقات الماضية عن اسرته الى عمران وعن امه السيدة مريم العذراء وقصتها المثيرة كما تحدثنا عن ميلاد عيسى ابن مريم وما رافقها من احداث اليوم نتحدث عن البشارات والمعجزات التي جاء بها السيد المسيح ونراها من منظور القرآن الكريم الوحي الالهي الرباني سيدنا عيسى ابن مريم هو من اولي العزم من الرسل يسمى عيسى ويسمى ايضا بالمسيح سبب تسميته بالمسيح قيل هو كترة سياحته وتنقله في الارض لان الدعوة دي سيدنا المسيح فقط ثلاث سنوات بعيت وعمره ثلاثين سنة ورفع الى السماء وعمره ثلاثة وثلاثين سنة المدة كلها ديال الدعوة ديالو والاصلاح كانت فقط ثلاث سنوات لكن خلال ثلاث سنوات كان يسيح كثيرا في الارض يسيح ويتنقل من مكان الى مكان لنشر هذه الدعوة في البلاد التي كان فيها وقيل سمي المسيح لانه كان صاحب بركة اذا مسح بيده على احد من المرضى او دوي العهات برأه الله وتعافى بابن الله سيدنا المسيح هو اصلا لم يبعت للعالم هو بعت ليقود بني اسرائيل الى كتاب مقدس جديد فهو اصلا بعت لبني اسرائيل لانه كان ضمن بني اسرائيل وجاء لكي يجدد جاء بالكتاب المقدس الذي هو الانجيل الذي هو معناه الاخبار السارة لانه قد وقع التبديل والتغيير في الكتاب المقدس عند بني اسرائيل التوراة المنزلة على سيدنا موسى عليه السلام والتفسير والمفاهيم اليهودية طاغت عليها المادية المفرطة فجاءت المسيحية كبديل وكاصلاح جاءت بالروحانية الزائدة فالانجيل معناه الاخبار السارة وفعلا الانجيل فيه اخبار وبشارات سارة كثيرا ولعل اول واهم هذه الاخبار السارة هي البشارات بقدوم النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم من يقرأ في الانجيل سيرى بانه قد تمت البشارة بالنبي الخاتم الذي سوف يكون له الدور العظيم في العالم كان سيدنا النبي محمد في الانجيل طارة يوصف بانه استاد العالم واخرى بتسميته البارقليت البارقليت معناه القائد العالم الذي يفرق بين الحق والباطل ومن يقرأ النصوص الاصلية للانجيل باللغة الاعرامية القديمة سوف يجد كلمة محمد واحمد بالضبط محمده وحمده هكذا تنطق باللغة الارامية القديمة والقرآن العظيم يؤكد هذه الحقيقة فقد قال ربنا عز وجل في كتابه العزيز قال واذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد لاحظوا هذه الاية القصيرة فيها مضامين كثيرة ان عيسى ربنا قال ابن مريم نسباه الى امه لتصحيح المغالطة عند النصارى بان عيسى هو اله وان امه مريم ام الاله وانهم عندهم الاقانيم الثلاثة الله والابن وروح القدس فربنا يقول اذ قال عيسى بن مريم نسبه الى امه قال ماذا قال يا بني اسرائيل بمعنى ان الدعوة المسيحية هي جاءت فقط في دائرة اصلاح لبني اسرائيل ماذا قال لهم اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة اي انه يؤكد بان التوراة هي كلام الله وان الدين اليهودي هو دين الله وان اليهود الذين كانوا مع سيدنا موسى عليه السلام هم احباب الله ويؤكد على صدق التوراة ثم يقول ومبشرا برسول نياتي من بعد اسمه احمد يبشر باسلام وبنبي الاسلام لهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قيل في السماء اسمه احمد وفي الارض محمد واحمد يمن صيغة افعل يعني اكتر حمدا نريد ايها الاحباب الكرام والعالم المسيحي الان يحتفي بميلاد عيسى عليه السلام نريد ان نتعرف عن الدعوة التي قادها عيسى عليه السلام وتحدثنا في حلقة الامس عن ميلاده وما رافق ذلك لكن اليوم دعوته وبشاراته ومعجزاته اذا رجعنا الى الوراء الفترة التي بعث فيها سيدنا عيسى كان هناك الاحتلال الروماني مسيطرا على ارض العرب لان عيسى بوئت في البلاد العربية عيسى ولد في فلسطين وقد ولد في كنيسة المهد الى الساعة الموجودة وتوفي في كنيسة القيامة حيث ذوفن ثم قام الى السماء فقد ولد في فلسطين وكل حياته داست هناك الاحتلال الروماني في تلك الفترة قبل ان يولد عيسى عليه السلام كان استعمار واحتلال خطير استعمل بلاد فلسطين وكل ما حولها من الاردن ومصر ودمشق ما يسمى الان بالشرق الاوسط الشرق الاوسط هو قلب قلب الكوكب الارضي القلب ديال ديال الامة الاسلامية كل الادين نزلت بالشرق الاوسط والتيني والزيتوني وطور السنين وهذا البلد الامين والتيني والزيتون كناية الى المسيحية وطور السنين كناية الى اليهودية هو جبل طور وهذا البلد الامين يعني مكة المكرمة كل الادين احداثها مرت بالشرق الاوسط اما باقي العالم فكان خواء العالم كان فيه بشر كانت فيه حضارات كانت فيه ثقافات ولكن ما كان عندهم اديان الادين كلها في الشرق الاوسط ولهذا كان الاحتلال الروماني كان اكبر امبراطورية في ذلك الزمن واحتل هذه المنطقة وكان الناس هناك يتعرضون للظلم ويتعرضون للقسوة ويتعرضون للتعذيب وينهبون خيرات البلاد استعمار كان قديم ليس حديث فكان الناس يتقون الى المخلص يتقون الى الى بطل ممكن ان يخلصهم من هذا الظلم الى قائد قوي وفعلا ربنا عز وجل اراد ان يختار القائد والمخلص هو ليس قائد في السياسة وانما في الدين فكان ميلاد عيسى ابن مريم عليه السلام نشأ سيدنا عيسى في هذه البيئة وكان الدين السائد هناك عند المؤمنين هي اليهودية هي السائدة ولكن ظهر هناك رجل يسمى يحنى المعمدان يحنى المعمدان هذا هو هو يحيى نبي الله يحيى ابن زكارية هو من انبياء ابن اسرائيل وجاء لكي يمهد الطريق لعيسى ابن مريم فظهرت حركة ما يسمى حركة يحنى المعمدان هذه الحركة حركة اجتماعية وسياسية ايضا جاءت تنادي بالاصلاح وتنادي برفع الظلم كان سيدنا يحيى المعمدان رجل بسيط هو كان يعيش على التواضع كان يلبس وبر الجمال وكان يأكل من حشاش الارض وكان يقاوم الظلم بالمنهج السلمي يقاوم الظلم ليس بالحروب ليس بالسيوف وانما بالمنهج السلمي فكان يكلم الناس بالامثال وبالقصص الرمزية مبسطا لهم افكار معقدة فمثلا يقول من كان له توبان فليعطيه من لا ثوب له وكان الزاهد في الدنيا وقد تبعه الكثير من المضطهدين تبعوا لان لا قوة لهم سوى الرضوخ والرضا بهذا الواقع في هذا الجو المشحون سوف يولد سيدنا عيسى بن مريم وسوف يظهر وسوف يتربى ويتتلمد على يد يحن المعمدان فقد قال عن هذا الرجل قال الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يحن المعمدان ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه يقصد بأن يحن المعمدان كان جد متواضع كان أقصى التواضع فكان لا يدخر ما عنده ادخار لأنه يعلم بأن قوته مضمون من طرف الله وما كان عنده بيت كان يفترش الأرض ويتغطى بالسماء وما كان عنده موطن فكيقول الأرض كلها موطني وخالقي معي تربى عيسى بن مريم على يد يحن المعمدان وتأثر به قبل أن يأتي الوحي لسيدنا عيسى بن مريم وهو ما زال في شبابه صار يحضر مجالس الكهنة والأحبار ففي فلسطين وفي الأردن والإسكندرية وما حولها كان هناك مجالس للكهنة والأحبار من اليهود لكنهم كانوا يعملون تحت السلطة السلطة الرومانية كان هناك السلطة الرومانية حاكمة وهم يشتغلون تحتها ويسيرون وفق توجيهاتها كان عيسى بن مريم وهو شاب يحضر هذه المجالس وينصت إلى أحاديث الكهنة والأحبار ويستمع إلى خطبهم في الناس فلاحظ بأن هؤلاء القوم يؤمنون بكل قول ويصدقون كل حديث ويغيرون ويبدلون فأنكر عليهم بدأ بالإنكار أول ما ظهر عيسى بن مريم ظهر متمردا ليس كيحيى نبي الله يحن المعمدان الذي كان مسالما سيد بن عيسى وهو شاب أعطاه الله الفصحة وأعطاه الله الجرعة بل أعطاه هذه الفصحة والجرعة منذ أن كان صبيا في المهد كما جاء في القرآن فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيئا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا فصحة كبيرة تكلم بها عيسى بن مريم وهو لا زال في المهد ما زال في سن الرضاع فلما كبر ازدادت فصاحته وازدادت قدرته على الكلام فلما سرى شابا وسرى يحضر هذه المجالس كان يتدخل دوما وكان فيه التساؤل والنقب بجرعة كبيرة لهذا السبب تلقى العداوة من طرف كبار الأحبار نقموا على جرأته وأنكروا تساؤلته واعتبروا بأنه يأتي بأشياء تخالف التابت الذي اتفق عليه العلماء في ذلك الزمن لكنه ظل يناقشهم بالحق ويحاورهم بالحكمة لما بلغ الثلاثين من عمره هنا ربنا عز وجل سوف ينزل على عيسى بن مريم الوحي والذي سوف يتكفل بذلك هو الجبريل الأمين لأن جبريل عليه السلام هو الذي كان عند سائر الأنبياء وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدايته كانت هكذا ثم لما تلقى من عند ربه الإنجيل بدأ كل مرة كيقل لأتباعه شطرا من ذلك وقد تابعه عدد كبير من الحواريين وقد تحدثنا عن موضوع الحواريين بالأمس كيف كان يتلقاهم ويكونهم وصاروا نصارا قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فنصروا دين الله وصاروا معه سيدنا عيسى عليه السلام أيده الله تعالى بمعجزات كثيرة وكثيرة جدا لأن هناك من لا يتق إلا بالمعجزات حتى ولو كتنك فصاحة وبلاغة ومنطق وعقل وإقناع قد لا يعترف لكن ربنا عز وجل دعم سيدنا عيسى بمعجزات مادية مثلا وهو ما لازال شابا صغيرا أمه السيدة مريم العذراء عليها السلام دفعته للعمل كل مرة يشتغل في العمل مارس حرف كثيرة نبي الله كان عامل وكان محترف ومن بين هذه الحرف التي قام بها قام بصباق الثياب قام بصيد الأسماء قام بعدة عدة حرف وكل مرة إذا دخل إلى حرفة كان يستعملها وسيلة لكي ينشر هذا الدين الجديد الذي هو البشارة بالمسيحية مثلا مرة سيعمل عند صابغي الثياب واحد مصنع جل صباقة الثياب عندهم صوف بيضاء ويصبغونها ويلونونها فصاحب العمل لوباترون غد يقول لسيدنا عيسى وهو شاب قال لي أنا عندي صوف كثيرة وأريد منك أن تصبغها لي بألوان مختلفة ولكن كل لون لابد أن تضعه في إناء فقال السماء والطاعة سيدنا عيسى سوف يسخن واحد كبير وسوف يضع فيه كل الألوان ويخلطها وضع الأبيض مع الأحمر مع الأزرق مع الأخضر ما معنى هذا؟ معنى الألوان تختلط ثم وضع التياب كلها الصوف كلها وضعها في الألوان المختلفة اللي هي كثيرة فصاحب المصنع قال له ويحك لقد أفسدت علي بضاعتي وأفسدت علي صوفي وأفسدت علي ألواني فقال له انتظر ماذا تريد؟ هل تريد أي لون؟ فقال أتريد أن أخرج لك اللون الأبيض؟ فيقول كوني بإذن الله على ما أريده منك فيأتي الثياب أبيض ثم يقول شطر آخر كوني لون أحمر بإذن الله ثم يقول مرة أخرى كوني لون أخضر بإذن الله فلما رأاه صاحب العمل ورأاه الناس كيف أخرج هذه الثياب وهذه الصوف بألوان مختلفة دون أن تختلط عاجبوا منهم من قال هذا سحر هذا أعمال بهلوانية لكن منهم من قال سبحان الله هذا الشخص وجهه ليس بوجه ساحر هذا وجه نوراني فآمنوا به وبدأوا يصدقونه يصدقونه ويثقون في كلامه وهكذا تولت المعجزات مثلا مرة دخل إلى الميناء للصيد فوجد جماعة يصطادون وكانوا في حزن عميق لأن الصيد قليل كان رئيسهم يدعى شمعون فجاء عيسى لكي يشتغل معهم قال ما تصنعون قالوا نحن نصيد السمك قال لهم ألا تمشون معي حتى نصيد الناس نهديهم إلى الدين فتهجبوا من كلامه قالوا من أنت قال أنا عيسى بن مريم عبد الله ورسوله فقالوا له نريد منك دليلا على أنك تقول عبد الله ورسوله قال أطلبوا ما شئتم وكان الشمعون رئيسهم هذا قد رمى بشبكته في الماء تلك الليلة فلم يسطد شيئا فقال لهم أن الأسماء كلها فرت وهربت فقاله عيسى بن مريم إلقي الشبكة مرة أخرى وبدأ عيسى بن مريم يهمهم بدأ يدعو الله تعالى متضرعا ما هي إلا لحظات يسيرة حتى اجتمع في تلك الشبكة سمك كثير حتى كادت تتمزق من كثرته حتى إنهم استعانوا بسفينة أخرى وملأوا سفينتين السمك فتعجبوا قال هذه معجزة هذه كرمة هذه بشارة فقال أنا عبد الله ورسوله من آمن منكم بي فليتبعني هنا سيتبعه عدد من الصيادين وصاروا من جملة الحواريين قال لهم أتركوا صيد السمك هيا بنا نصطرد بني الإنسان هيا بنا نهدي الناس ونوجههم إلى خالقهم وسموا بالحواريين لأنهم كانوا يلبسون الثياب الأبيض والثياب الأبيض غالبا محبب عند أهل الإيمان وعند أهل اليقين وفعلا الثياب الأبيض له تأثير على النفس يجعل صاحبها تواقا للدين والعبادة وكانوا أعوانه المخلصين في المحبة والطاعة والخدمة لأن مبدأ الذي ربهم عيسى عليه السلام ربهم على المحبة أولا ثم على الطاعة ثم على الخدمة وهكذا بدأت المعجزات الكثيرة تظهر على أيدي عيسى بن مريم فضلا من الله وإكرامه والناس يتبعونه فبدأ الأعداد كبيرة تتبع عيسى بن مريم في زمانه اشتهر الطب كان هناك الأطب كثر أكسى في عهد سيدنا موسى قبل حوالي خمسمائة سنة كان سيدنا موسى عليه السلام كان في زمانه الناس عندهم السحر لهذا فرعون استعان بالسحر وقال إيتني بكل سحار عليم سحار عليم عنده علم لكن في أهد عيسى عليه السلام الناس اشتهروا بالطب وكانوا يفتخرون بصناعة الطب ربنا تعالى أعطى لسيدنا عيسى معجزات كلها لها علاقة بالعلاج فكان عليه السلام يعالج الأكمة الأكمة هو الذي ولد أعمى من بطن أمه كان يمسح على عينيه أمامهم فيبسر وكان يعالج الأبرص فيمسح على جسمه فيعود سليما وكان يصنع من الطين شكل الطيور ثم ينفخ فيها فيصير طائرا حيا بإذن الله يطير أمام الناس وكان يخبرهم بما يخبئون في بيوتهم وما أعدت لهم زوجتهم من طعام وما عندهم من مدخرات بل وكان يحيي الموت بإذن الله أكبر معجزة عند عيسى بن مريم أنه كان يحيي الموت بإذن الله وقد روي أن سيدنا عيسى في إحيال الموتى كان يضرب بعصاه الميت أو يضرب القبر أو الجمجمة فيحيي الإنسان ويكلمه ويعيش هذه الأمور جعلت عامة الناس ينظهرون بها ويصدقونه ويتبعونه لكن هناك جماعة من أحبار اليهود قالوا إنه سحر ويصحر عيون الناس وقالوا له تعنتا يا إسى إنك تحيي من كان موته قريب فلعلهم ماتوا هؤلاء لأحيتهم ماتوا بإغماء أو بسكتة قلبية أو سكتة دماغية فإذا كنت فعلا تحيي الموتى فأحيي لنا القدماء من ماتوا منذ سنين أو قرون إحيي لنا سام ابن نوح معلوم أن سيدنا نوح النبي عليه السلام كان له أربعة أبناء ثلاثة أسلموا وناجوا معه في السفينة سام وحام ويافت أما الإبن الرابع كان عان فأبى أن يؤمن ولم يصعد السفينة مع والدي وإخوته فمتى غرقا فقالوا له إن كنت فعلا تحيي الموتى إحيي لنا هذا الذي متى منذ زمان سام ابن نوح فعلا سيدنا إيسى قال لهم دلوني على قبره فخرج الناس حوله وكانوا بالمئات بل بالألاف حتى انتهوا إلى قبر سام ابن نوح فدعا الله تعالى وتضرع إلى الباري عز وجل وطلب منه أن يعينه فعلا في ذلك اللحظة خرج سام من قبره وكان قد مات أكثر من أربعة ألف سنة فالتفت سام وقال للناس أيها الناس صدقوا هذا النبي إنه نبي مرسل من عند الله ثم عاد إلى قبره فأتباعه ازدادوا إيمان ويقينا لكن الأحبار اليهود قالوا هذا سحر عظيم لقد سحر أعين الناس وعقولهم وقلوبهم القرآن العظيم ينبغي للنصارى أن يمجدوه ويعظموه لأن القرآن العظيم صدق هذه المعجزات وباركها يكفي أن نقرأ في قول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين كلام طويل وعريض صدق فيه القرآن الكريم كل الأخبار المنسوبة إلى عيسى بن مريم ونحن المسلمين لزاما وجب أن نصدقها لأننا لم نرها ولم نحضر معهم ولكن مادم القرآن الكريم الوحي المنزل من السماء قد أخبرنا بها وهو صادق مصدوق فلا أحد يستطيع أن يغير أو يبدل أو يكذب معجزات كثيرة وبشارات كثيرة أعطاها الله تعالى لعيسى بن مريم ولعل من أعظم المعجزات عند عيد النصارى ويحتفلون بها عيد لهم عيد عظيم يحتفل به النصارى وهو يوم أن أنزل الله عليهم مائدة من السماء النصارى عنده ماذا اليوم عظم حتى إن اليهود لا يصدقونه وأديا أخرى لا تصدق إلا المسلمين هم الذين يصدقون بمعجزة المائدة لأن القرآن العظيم أفرد سورة بكاملها سماها سورة المائدة قصة هذه المائدة أن عيسى بن مريم قال لبني إسرائيل هل لكم أن تصوموا لله ثلاثين يوما صوموا لله ثلاثين يوما ثم اسألوه ما شئتم فيعطيكم تفعلوا فصاموا ثلاثين يوما ثم قال اسألوا الله ما تريدون يعني يريدون الصحة والعافية والرزق والبركة والمغفرة والتواب لكن قام الطائفة منهم وقالوا يا إسى نحن نسألك أن تطلب من ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء مائدة الطعام نأكل منها وتطمئن بها قلوبنا وقد أتممنا الصيام ثلاثين يوما تكون عيدا لنا نحتفل به عيدا لنا نفطر به يوم فطرها في الأول سيدنا إسى قال لهم إياكم أن تتحدوا أمر الله أطلبوا الله بالطلبات الواضحة أطلبوه المغفرة أطلبوه الرحمة أطلبوه الرزق أطلبوه البركة للأولاد لكن أن تحددوا مائدة من السماء فسيدنا إسى خاف عليهم قال أخاف أن إن صدقتم من بعد أن تكفروا أو تغيروا فيعدمكم الله فقالوا لها نحن نريد ذلك فاستجاب لطلبتهم ولما ألحوا وصمموا على طلبهم بدأ عيسى عليه السلام يطلب من الله تعالى أن ينزل عليهم مائدة من السماء وفعلا توضأ واغتسل ودخل مصلى ولازال يدعو الله تعالى ودمعه تسيل على خديه من الخشوع طلب من الله تعالى أن ينزل عليهم مائدة من السماء تكون لهم عيدا لأولهم ولآخرهم وآية من الله تعالى فاستجاب الله تعالى هذا الدعاء وفعلا الناس كانوا ينظرون فوق السماء فإذا بالسماء انشقت وانحذرت من بين غمامتين غمامة فوقها مائدة عظيمة وهذه المائدة تحيط بها الملائكة جعلت تدنو قليلا قليلا حتى إذا وصلت واقتربت منهم صار سيدنا عيسى يقول اللهم اجعلها رحمة لا نقمة اللهم اجعلها سلاما وبركة اللهم اجعلها رحمة لا نقمة اللهم اجعلها سلاما وبركة حتى دنت منهم هذه المائدة واستقرت بين يدي عيسى بن مريم وهي مغطات بمنديل وفيها طعام غريب كشف عنها سيدنا عيسى ثم قال بسم الله خير الرازقين فإذا بها طعام فيه سبعة من الحيتان وسبعة من الأرغفة هو من طعام الجنة وفيها خبز وأرز وبقل وخل ورمان وملح وعسل كله من طعام الجنة ورائح لها رائحة عظيمة جدا وكان الناس هناك بالآلاف فتسألوا كان على دهم تقريبا 1300 شخص فقالوا كيف كيف نأكل من سبعة حيتان وسبعة أرغفة قال إنها من طعام الجنة فيها البركة مهما أكلت تشبع وفيها أيضا بركة الشفا من أكل منها شفية وفيها بركة قضاء الحوائج فأمر عيسى بن مريم أولا الفقراء والمساكين والمرضى وأصحاب العهات والمقعدين بالأكل نادى عليهم أين أنتم المكفوفين والمقعدين وأصحاب العهات والفقراء والمساكين والمرضى أولا فكان عدد هؤلاء 1300 شخص فأكلوا ثم بعدهم جاءت مئات آخرين من الناس فأكلوا حتى جاءب ذلك سبعة آلاف شخص فأكلوا جميعا فلما انتهوا بقيت المائدة ممتلئة بقي الحيتان وبقي الطعام كما هو ولكن الناس شوفوا وعفوا كل من كان به عاهة أو آفة أو مرض مزمن أو كان عنده أي عياء شوفي في الحال في الحال صار مشافا بل وبعد مدة كل من كان فقيرا أغناه الله وكل من أكل من المائدة إلا وظهرت بركة على جسمه وعلى رزقه وعلى أهله ودويه بركة عظيمة لأن طعامها من طعام الجنة وبعد أن انتهوا صعدت المائدة وهم ينظرون إليها صعدت إلى السماء حتى توارت عن أعينهم هذا الكلام يشبه القصص الخيالية ربما قد لا يؤمن به الكثير من الناس حتى المسيحين اليوم ربما قد لا يؤمن نحن المسلمين من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نصدق بذلك ونؤمن بهذا لماذا؟ لأن القرآن العظيم أكد كل هذه الأخبار في كتاب العزيز في سورة أفردها سماها صوت المائدة وجاء فيها إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن صعد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين إلى آخر الآيات التي جاءت في سورة المائدة سيدنا المسيح عليه السلام أيده الله بهذه البشارات وكانت دعوته كلها رحمة كان يقول في تعاليمه أحب أعداءكم وصلوا من أجل المسيئين إليكم كان يقول من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر وكان يقول من أخذ منك رداءك فاعطيه مالك ولا تطالبه بشيء هكذا كان يقول دعوة كلها على المحبة وعلى على الأطاعة وعلى الخدمة كان يقول إن أحببتم من أحبكم فأي فضل لكم ولكن أحب أعداءكم اغفروا يغفر الله لكم أعطوا فتعطون وكان يقول بالكيل الذي تكيلون يكال لكم كلام كثير كل فيه محبة ورحمة وفيه دعوة إلى العطاء والخدمة كان يقول اعطوا الفقراء وكنيزوا كنوزا في السماء حيث لا يدركها اللصوص ولا يمسها السوس كل من يرفع نفسه يتضع وكل من يضع نفسه يرتفع هكذا يقول لمن أراد أن يدخل ملكوت الله هكذا كلام سيدنا عيسى بن مريم ولعل من أبرز من أبرز الأحداث التي وقعت في الرحلة الدعوية لعيسى بن مريم هي كثير جدا الوقت يضيق بنا نقف فقط بعجالة عن هذه القضية قضية رجم الزنا معلوم أن الدين اليهودي مثل الدين الإسلامي أن المرأة المحصنة إذا زنت عقابها هو الرمي بالحجارة حتى الموت الرمي بالحجارة حتى الموت في الدين اليهودي هذا ما جاء به عيسى بن مريم وهو عند بني إسرائيل وأيضا في القرآن العظيم ما جاء به الإسلام لكن عيسى بن مريم لما كان يدعو إلى المحبة ويدعو إلى الطاعة ويدعو إلى الخدمة ويدعو إلى الغفران وقعت له واقع أنه مرة صعد إلى جبل الزيتون كان يتعبد ربه فجاء إليه بني إسرائيل جاء بني إسرائيل ممسكين بامرأتهم كانت متزوجة وقد وقعت في الخطيئة جاءوا إليه وهم يحملوا الحجارة لماذا؟ لأنهم سوف يرجمونها لأن الشريعة موسى هي الرجم حتى الموت وكان عيسى بن مريم حوله الحواريين وكان يعلمهم العفو والصفح وأن الرب قد غفر للجميع فجاء هؤلاء الأحبار من بني إسرائيل يمسكون بهذه المرأة ويقولون له يا معلم كان يسمى معلم الخير يا معلم لقد ضبطناها تزني وأنت تزعم بأنك مصدق بالتوراة التي جاء بها موسى عليه السلام وتزعم بأنك تعمل بأحكامها فماذا تقول في هذا الأمر فوقع سيدنا عيسى في ورطة ماذا علي أن يفعل إن أرضى هؤلاء اليهود وقال لهم أرجموها سوف يسخط أتباعه من المسيحيين الحواريين الذين كانوا يربيهم على المحبة والغفران وإن قال لهم لا ترجموها فسوف يغضب هؤلاء اليهود الذين يحملوا الحجارة وقد يرجموه هو فبدأ علي أن يفعل بدأ يتدرع إلى الله عز وجل وفي لحظة ألهمه الله الجواب فإنحنى إلى الأسفل وكان يكتب بأسبوع على الأرض وقال لهم من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر ثم إنحنى يكتب على الأرض كأن شيئا لم يقع ولم ينظر إلى خلفه حول الناس الناس لما سمعوا هذه الكلمات من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر من منا ليس له خطيئة من منكم أيها الناس ليس له خطيئة فبدأت ضمائرهم تبكتهم وعلموا أنهم كل واحد منهم سبق لو أن وقع في خطيئة بل خطيئات متعددات فكيف ترمي هذه المرأة بالحجارة وأنت نفسك سبق لك أن وقعت في هذه الخطيئة فخرجوا واحدا واحدا وانصرفوا جميعهم ولم يبقى أحد فلما قام سيدنا المسيح لم يرى إلا إلا تلك المرأة قال أين أولئك المشتكون عليك أما دانك أحد قالت لا يا سيد يا معلم الخير فقال عيسى بن مريم وأنا أيضا لا أدينك اذهبي واستغفري ربك ولا تخطئي مرة أخرى وهكذا كانت قصة طويلة وعريضة رحمته بالمرأة المخطئة هكذا جاءت الديانة النصرانية نريد أن نتعرف عليها لأنها جاءت بقيم أخلاقية كانت تنهى عن مظاهر الكبرياء والتفاخر وكانت تقول بالخلاص وتقول بالمحبة وطبعا هي فيها مجموعة من المغالطات فيما بعد ربما قد نتعرف عليها في حلقة الغد بإذن الله تعالى نظرة القرآن العظيم لهذه الديانة والعلاقة التي هي بين المسيحيين والمسلمين عبر التاريخ إلى عصرنا هذا موضوع طويل قد نرجع إلى حلقة قادمة لكن أكبر بشارة أكبر بشارة في الإنجيل من قرأ منكم الإنجيل والأناجيل هي كثيرة إنجيل متى ماتيوس وإنجيل يحنى وإنجيل بولس وإنجيل بيرنبا كل هذه الأنجيل من قرأها سيجد فيها بشارات كثيرة أعظم بشارة وأكرم بشارة هي بشارة عيسى بن مريم ببعتة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي سماه بقائد العالم ومصلح العالم والبرقليط المفرق بين الحق والباطل وهكذا قال الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد فصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وسلم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة